زي النهاردة بالزبط في 4 أغسطس 1985 الأهلي فاز على الزمالك 3-2 لما لعب بالنشئين دي كانت مباراة في دور الثمانية في كاس مصر وده المعنى المباشر والحقيقي لخلاصة الكلام اللي قاله المهندس عدلي لأنه الأهلي وقتها تمسك بسوابته انتصر لهذا المبدأ فلعب مع الزمالك بالنشئين مع عتاولة الزمالك فاز الآلة 3-2 وده لقطات من هذه المباراة العتاولة الكبار بتوع الزمالك هنأتكلم بس عشان أفكر الناس بعد ما يستمتعوا باللجوان لكن 4 أغسطس ده احنا كسبنا لوبستار 3-1 وكسبنا بعد كده بريكم تشيلسي 4-1 الغاني وكسبنا الزمالك 3-2 85-3-2 85-3-2 دي أهدف هذه المباراة 4 أغسطس في كذا سنة لكن أنا خمسة 3-2 لما تشوفوا الصورة هتلاقوا مين؟ هتلاقوا كوارشي هتلاقوا فاروق عفر هتلاقوا حسن شحاتها هتلاقوا الزمالك بيلعب فول تيم فول تاولة لما تشوفوا الملعب بتاع النادي القالي وقتها ما تفتكرش غير شبير هو اللي كان من الفريق الكبير ولا واحد هتفتكروا حمد أمرزوق عرفناهم بعد كده حمد أمرزوق وحسام حسن وبد الرجب ومحمد السيد وحسام إبراهيم وعلى عبد السادق ومحمد جمال ومحمد جمال وطرق خليل شوف اندفعت الشباب وحيويته وما فيش رهبة كان قطاعنا شين بيحصل إيه بقى وده اللي أنا عايز عايزة إن أنا يعني أرجع للنقطة دي كان الفريق ده راجع من ألمانيا تسمع صوت المعلق في المباراة طب نستنى نستمتع نسيب الناس بعدين نحكي القصص ها كابتن إبرايمي جويني بيجيب الجول الأول النادي الأهلي تصبح نتيجة تقدم النادي الأهلي بهدف الأشي بيخرزه حمد منزوق ها حمد منزوق الجول الأول ها طروج عفر يعني بوش أعتقد كابتن الجهر علي رحمة الله القصة كلها يا جماعة كانت في مشكلة بالك أنا عايزهم بس يشوفوا الجواد ها بصوت الجويني ها بصوت الجويني وشوفوا التعليق وبعدين يشوفوا الأسماء ويشوفوا إن حتى الزمالك بيتعادل بضرب الجزاء ها من النادي الأهلي هو اللي جاب الجول الأول وضربت الجزاء قصتها عندك ها وجول ها اللي بيقول لك جول حسن شحار طي الزمالك ايه يا رأي وجه في قرطان جول التعادل ده مش أوفصايد دقيقة ده هو نفس اللعيب بيلعبها دقيقة حنشوف جول النادي الأهلي هو مع بعض تاني جامنا حمدا مرزوق اللي جاب الجول حمدا مرزوق جاب الجول للنادي الأهلي حمدا أزارو جا الجول بتاع أزارو اللعب رقم 16 وهي دي الزمالك بيجي بعدها في التعادل ويبقى واحد واحد فأربع دايق بداية سريعة زي ما قلتوا حضراتكم من الفريقين مفاحة شايفين أعضاء الجهاز كرر المسؤول مضي ثلاث دايق ثم أحرز فروق عفر هدف التعادل للزمالك بعد أربع دايق ضربة ركنية هلعبها ببد رجب أول مات بد رجب دلوقتي صانع أبو الأشباب وطلع بجامدة وطلع بجامدة وطلع بجامدة وطلع بجامدة الدول التاني للنادي الأهلي بيجي محمد السيد محمد السيد برضو محمد السيد محمد السيد ك compr شنصي للنادي الأهلي الجول التاني السيد قاعد في الأرض شايفينه اللي هو مف confused زبلاء عصام حسن دايق تـشارة حداشر ديئة حداشر ديئة بيجيب محمد السيد الجول التاني للنادي الأهلي وتصبح النتيجة تقدم النادي thing اتنين واحد هنشوف كول مرة تانية بتوصل لمحمد السيد وبيحطها جواه جول اتنقل تقدم النادي الاهلي اتنين واحد هتشوف كول مرة تانية جابه وانه اوه في دائم هضو كان هيدخل في الاية اتنقل ناحية محمد سعد خلي خليد داخل هدافة الهدفة العباري علي خليل بتاع زمالي العباب العالية وكوارشي بحطها جواه الجول توفى كوارشي السامن لنادي الزمالك كان جبابة بشرية برضو اي؟ حوالي عشرين دقيقة فانت منك كوارشي دي ازاي؟ لا ده ما دعنا فجونا بيه عشرين دقيقة اشقوبة ده نيب المندر ده بصراحة مسماتش عنه اللي هل اه دايده فضع بالزمالك ووحدة ادبابة اتنين 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 كوارشي كان جباب التاني لنادي الزمالك وتزمح النتيجة اتنين اتنين هنشوف كول مرة تانية بيمشي محمد حلمي اتنين اتنين ده محمد حلمي مدرر الزمالك السامن وانشي بيقابه لنخطاه على طول شوف بقى عالي طارق خليل عطب العباني وجن فداقي بصي اللعبة الصغيرة الضغط الضغط والروح والثقة واللدور بيجري بيها بسرعة بيستنى وبيمشي والعابة عالية عطبوها الضغط يا سلام الدول التالت للنادي الآestre كل جاني جاهس اميلا جدا نعم هو طبع حديث من جماهير مش معقول الجوال حلوة بنشوفه النهاردة وبيجري بيخش مرة تانية طارق خليل طارق خليل بيجيب البولة التانية للنان الالي من المفارقة برضه محمد نحوالي خمس داعي من مباراة بيتكلم يعني محمد باني سوى تذكر هذه المباراة هذه المباراة صاحب قرار المشاركة فيها الكابتل حسن محمد موكبتل سالح النهاردة عيد بلاده برضه يعني عيد بلاده يأتي بواكد ذكرى المباراة الحادثة كان 4 أغسطس برضه أغسطس يعني كل سنة هو طيب بس بص المفارقات هذا الجيل بالكامل أنا عايز أحكي بسرعة القصة المباراة دي وأنا شخصيا كيف تلقيت هذه النتيجة القصة دي كابتن الجواري كان عامل معسكر في ألمانيا واختلف مع هاني مصطفى وكان على استبعاد لعيبة معينين منه ومرا اللعيبة في نادي الشمس هنا ما أنا هحكي بس محمد عباس سبب الخلاف إيه؟ هو خدم ليه نادي الشمس من خلال المعسكر هو عارف أنه حيرجع يلعب في دور الثمانية مع الزمالة وكان أيضا فريق المنتخب في المغرب كان أيضا فريق مين؟ كان فريق النادي الآلي الناشئين مخلص معسكره برضه كان في ألمانيا ولا في النمسي فجاي فالجوهري عايزي رجع محمد عباس حصل خلاف لأن جوهري ما ماشى محمد عباس قال لهم يعني تشبيه كده أنه ده حيبوض الفرق حصل خلاف بينه بين هاني مصطفى واشتكى للمسؤولين في النادي الآهلي فقالوا له لا ده مدير الكورة واحنا ما نقدرش نعمل لك حاجة إلا بموفقة مدير الكورة لأنك أنت عايز ترجع لعيب أنت أقنعتنا أنه يمشي المهم إيه؟ راح واخد اللعيبة ورايح فندق السلام في نادي الشمس وقال مش هرجع وقعد يضربهم في نادي الشمس إلا لم تستجيبوا لطلباتي اجتمع مجلس الإدارة وقرر إيقاف 17 لاعب اجتمع المجلس ولا كان كابتن حسن عضو مجلس إدارة مكتب تنفيذي أنا آسف كابتن حسن عشان ياخد الصلاحية كمدير كورة وقتها ما كانش عدو مجلس لكن عدو مكتب تنفيذي بس عشان ياخد الصلاحية فأصدروا له قرار عشان يقدر ياخد القرار عشان إيه؟ شوف بقى السوابة اللي بنقولها عشان مجلس الإدارة لم يبقاش تدخل في شؤون الكورة فقالوا له أنت المشرف على الكورة خد سلطات مدير الكورة فما خدوش بصفة وعيدوا مجلس إدارة أو عيدوا مكتب تنفيذي أو مين صندوق أو حاجة خدوا بصفتهم مديرا للكورة وتم اعتماد القرار من مجلس الإدارة بعد كده لما أكلم كابتن صالح وقال له على ما حصل كنت هزعا لو ما أخدتوش القرار آه طبعا وهو كابتن جهري رحمة الله عليه رحل كابتن صالح بعدما كابتن رجع من ألمانيا وقال له حصل وحصل وحصل وعايز أشرح لك قال له أنا لو في مصر كنت سأقاتل إن كنت ما تخش ناديل إعلي أو تكمل الموسم أنت إزاي سمحت نفسك تكمل تكمل ولعبتك أنت السبب في إيقافه ورحم الله الاتنين يعني كلاهما رحل لكن الكابتن جهري يعني عشان ما نتكش أو حد يفتكر أن إحنا لا كابتن جهري كان مخلصا لعمله بشكل يعني مش مبالغ فيه شكل إلى أقصى حد متطرف في إخلاصه لعمله وعندما كان يستشعر الخطأ يعني هو لما كان مدير فني للإتحاد المصري الهلال جاي بالفريق للمبي تحت 23 سنة فيه مسابقة كده هو كان عايز يعمل كده ونهضة الأردن الكروية عمل لها كده الإتحاد المصري قال لك لا ده هتخدم النادي الآلي ومش هتخلي اللعيبة شوف النظرة فمشي إخلاصه العمل هو الجهري كده تاخده كده فطبعا دي كانت أنا بقى كنت في ألمانيا معلش أحكي لك بسرعة في الحالة دي وكنت رئيس بعثة النادي الأهلي مصر متخم مصر في كورة اليد في معسكر في ألمانيا السعدادة اللي وطلط العالم وكابتن محمد الألفي كابتن الأهلي كان كابتن متخم مصر فطلقيت الأهلي زمالك بيلعبه فلقيت محمد الألفي بالليل داخل بقول كسابنا كابتن كسابنا ثلاثة اثنين أول كلمة أنا قلتها له إيه والله العظيم قبل محتفل لعبنا بالنشئين ولا بالكبار أغسن بالله قال لي بالنشئين روح تعمل كده طبعا لو قال لي بالكبار كان طفالي فرحتي لأن أنا أحب أحب خذ القرار الصح ربنا اللي وفاكته وربنا بيدكر حسنيين بيكافعك على الصور النهار ده بقى كم جيل يستفاد من الموقف ده صحيح كم جيل بيتقالي على النادي الآية عايش لإمتى عشان كده ما أنا شوف بجي تحرج إن أنا أقول رأيي مش ملزم تاخد بي بس أقولوا اسمعوا ومش معنى كده أنك تصنفني ما تصنفنيش لا جمهور يصنفني ولا ده يصنفني ولا ده يصنفني لازم تسمعوا القصص دي ممتازنة لنهارة 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 لنهارة